من ضمن الاسئلة هل فعلا المدارس الخاصة بنمضي مع العقد شرط جزائي لو سيبنا المدرسة آآ قبل ما نقول بندفع عشرة او عشرين الف? هل ده عادي ولا ايه الدنيا? الحقيقة في بعض المدارس بتعمل ده آآ ده مصصحة يعني قانونية مصصح انك تمضي على حاجة بهذه الصورة? لانك آآ يعني افرد عاوزة مش ايه المشكلة يعني فا ولكن آآ وايه يعني ما سيب المشكلة ومن غير ما اقول له يعني طب افرد قلت لك انت طرفات. فالموضوع دي نفسها بهذه. لكن انا مقدر ان في بعض الاماكن ده ستاندرد عندهم بقى ده معيار عندهم انه دايما نحطوا الشرط ده. فنصحتي احاول في هزي الموضوع في ناس تقول لك ايه خلاص يمضي ولا ما تيجي تمشي اعمل انقطع عن العمل. لا انصح بالموضوع ده لانه ممكن يكتب لك في التأمين بتاعك انقطع عن العمل او طرد او فبقى منظرة وحش في التأمينات بتاعتك وتخاوه في اي مكان تاني. ولكن انا نصحتي في هذا الشأن انك وانت في المدرسة ام تمضي على العقد عادي وكل حاجة ولكن اخلي بالك من النقطة دي انك ام لو ترغب تشوف مكان تاني تمام لو مش تمام وخلاص ما فيش اللي هي الفرصة دي. يعني ام العشرة والعشرين الف يكون عندك ستاند باي كده انت حافظهم على جنب. ام ولازم انت ام لو هتقدم استقالتك تسجل بقى الموضوع ده يعني تبعت استقالتك على ميل مسلا معين عشان تبلغه يعني لو حصلت ايه مشاكلة على فكرة انا بعتلكم ميل طالب فيه ان انا اقدم فيه استقالتي. مش هو الشرط من قبل من غير ما تقول لي طب انا قلت لكم. فبلاش بقى مسلا لو انت عاوز استقيل تروح تقول لهم انا عاوز استقيل لا. خليها رسمية. عشان تبقى واضحة بالنسبة لك هذا الموضوع. ويا ريت تطبع الميل ده كمان وادخالهم. اهو اسبات ان انا قلتلكم. فيها ما كنت على الفكرة تقول لك اه لا ده هم على الفكرة ده بيبقى شرط حتى لو مشيت محدش بقول لك حاجة ولكن بردك اضمن حقك وبردك قاعب عالك كل حاجة بشكل فورمال لو يعني خلاص هي دي الفرصة الوحيدة اللي قدامك. ولكن لو قدمت في اكتر من مكان وفي مكان بيطلب الشرط ده حاوة تشوف مكان تاني ولكن لو خلاص اشتو حكمت والمصاريف ومش يلاقي حاجة تشغلك اشتغل معاهم وضع ده في الاعتبار وربنا وفقك واكتبلو كل خير بازن الله.